بلدان تتربع على ثروات هائلة وموارد بشرية كبيرة لكن شعوبها تعيش الفقر بأنواعه وتتذوق مرارة الحرمان ذلك هو حال معظم الدول العربية في خضم الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية أصبحت معظم دولها مرشحة وبقوة لزيادة معدلات الفقر ليس هذا فحسب بل هي مرشحة لتوطين الفقر بسبب الآثار السلبية التي تركتها الحروب والنزاعات والزعامات الدكتاتورية لبعض دول المنطقة منظمة اليونسيف قالت في تقرير سابق لها حول الفقر متعدد الأبعاد الذي يضم ثلاثة مؤشرات رئيسية هي التعليم والصحة ومستوى المعيشة إن نسبة 40.6% من الأسر العربية تصنف فقيرة بناء على نتائج مسح أجري في عشر دول عربية تضم 286 مليون نسمة وأن 13.4% من هذه الأسر تعاني من فقر مدقع وبحسب تقرير البنك الدولي الصادر في عام 2018 فإن القضاء على الفقر المدقع يظل تحديا ضخما رغم التراجع الكبير في معدلاته كذلك تعترف المؤسسات العربية التي ترصد ظاهرة الفقر المتفشية في البلدان العربية بخطورة هذه الظاهرة الآخذة في النمو التقارير المحلية والدولية تنقل صورة قاتمة تنذر بكارثة لواقع الفقر في أكثر الدول العربية اليمن مثلا الذي يعيش فيه 80% من الفقراء في مناطق ريفية ويعيش نصفهم على أقل من دولارين في اليوم أما في مصر أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان فتزيد نسبة الفقر فيها عن 25% بل إن ثلثي السكان في صعيد مصر يعانون الفقر وحتى في بلد نفطي مثل العراق تبلغ نسبة الفقر فيه وفقا لوزارة التخطيط 22.5% بينما تصل نسبة الفقر في المناطق المستعادة إلى 41% على الرغم من الموارد النفطية والبشرية الكبيرة وهكذا فأغلب الدول العربية تعيش حالات فساد متقدمة تجعل الفقر يدب فيها كالنار في الهشيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر